على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن إلا أن الفن والأدب سيبقى متنفسا حقيقيا يخفف من وطأة الواقع ويمنح الناس مساحة للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم وهنا مشاهدين تظهر أهمية وجود منتديات وفعاليات تهتم بإحياء الفن والأدب بما يساهم في دعم المواهب وإبراز القصص والتجارب الإنسانية صحيح من بين هذه المبادرات المميزة صالون سطور في مدينة طاعز بالتحديد والذي سنقرأ ما بين سطوره لنتعرف عليه أكثر من خلال هذا اللقاء مع مدير صالون سطور ومدير مؤسسة سطور للتنمية الثقافية حنين عبد الملك الإغواني هنا معنا في ديوان بلقي سيسعد مساكي وأهلا وسهلا بك في ديواننا أهلا مساء الخير مساء النور والعافية حنين وحن سعيدين أنك اليوم متواجدة معنا على الحديث أكثر عن هذا الصالون في البداية لو تعرفين أو تعرف المشاهدين على صالون سطور وإش هي أبرز الأنشطة التي تقوم فيها في هذا الصالون الثقافي حسناً بالبداية صالون سطور عبارة عن صالون يجمع فيه مجموعة من الطاقات الشبابية تحديداً النسائية فيه مجموعة من الشابات المبدعات حاولنا أنه نخلق بيئة ثقافية وأدبية ننتمي لها وتنتمي لنا أنشطتنا في الصالون تتمثل بأنشطة شهرية ونصف شهرية الشهرية متمثلة بأننا كل شهر نختار كتاب معين ونقرأ بعدين بشكل جمعي نلتقي وبعدين نتناقش هذا الكتاب النسف شهرية تكون متنوعة ما بين موضوعات ما بين أفكار ما بين أيضاً مناقشة الأفلام وكذلك مناقشة موضوعات ومسيات فنية ومسيات شعرية وغير ذلك جميل أنتم بتحافظوا على الروح تعز الثقافية واللي دائماً ما تتميز فيها المدينة من خلال شبابها فأنت كيف تشوفي إقبال الشباب اليوم على هذا الصالون هل هناك تفاعل كبير وحضور من قبل الشباب حسناً سمية موضوع الإقبال نحن نرى كل يوم تزايد للشباب بأنهم يتواجدوا معنا في الصالونات أو حتى في الصالونات الأخرى يعكس تماماً تعطش الشباب لييقاد مساحات إلى أو أماكن يعبروا فيها عن أنفسهم عن معارفهم عن تقاربهم الثقافية والفنية والإنسانية فهذه الصوالين تمثل احتياج تام للشباب في المجتمع خاصة في الفترة الراهنة صحيح طيب حنين أنا من خلال متابعتنا لفعالياتكم في هذا الصالون أطلقت مسابقة مؤخراً وهي حكاية سطور من فين جاءتكم هذه الفكرة وكيف كان التفاعل مع المتقدمين احكي لنا أكثر عن تفاصيل وشروط هذه المسابقة حكاية سطور عبارة عن فكرة أو نشاط نحاول من خلاله أنه ندمج ما بين القوة الثقافي بأشكاله المتعددة يعني ما بين أغنية ما بين قصة ما بين كتاب وما بين استخدام وسائل متعددة للتعبير عن الفنون كالرسم وغيره فأتت الفكرة كانت بالاجتماع بالفريق صديقتنا لم يعد تقريباً اقترحت أن نعمل هذا الموضوع ونشرنا الفكرة وكان عندنا عدة معايير تقريباً تم نشرها في صفحة سطور بالنسبة للإقبال يعني تفاققنا جداً بأن الإقبال كان متزايد سواء بالنسبة للفكرة أو بالنسبة لأن هناك كثير من الطاقة الشبابية التي ترغب في أن تظهر إبداعها وفنها بالفطور طبعاً تعبر أو تتيح هذه المساحة لهذه النواهب الشابة فعلاً وأنتم اخترتم الفن والأدب كمحاور رئيسية لهذه المسابقة كيف تساهم هذه المحاور الفن والأدب في تحفيز الفنانين اليوم في التعبير عن قضايا المجتمع في البداية الإنسان هو عبارة عن مجموعة من الأشياء التي كونها الفن والأدب وهي التي بطريقة ما توثق حياة الشعوب وحياة الأشخاص فالفن والأدب يعبر عن انتماء وتوجه صالون سطور أو مؤسسات سطور للتنمية الثقافية والذين هدف من خلاله أن الأفراد والأشخاص يعبروا عن ذواتهم عن تقاربهم عن مراحلهم عن المجتمع الذي يعيشوا فيه من خلال وسائل إبداعية وفنية أكثر طيب حنين أنا على ما فهمت أنه من شروط المسابقة هو اختيار أغنية أو كتاب والتعبير عنها من خلال لوحة فما هي مثلاً الأغاني أو الكتوب الذي يجب على المسابقين اختيارها أم أنه المجال مفتوح وأنه هناك حرية للاختيار بما أنه مساحة الإبداع مفتوحة فمن الطبيع أنه الأغاني والكتوب مفتوحة للغاية يعني كي لا نحد الفنان في نوع معين المجال مفتوح للفنانين نعبره عن تقاربهم عن ذواتهم عن ذكريتهم عن الأغاني أو القصص أو الأبيات الشعرية أو الكتب فهي وسيلة مفتوحة وأعتقد أنها لقت رواق وإعجاب الفنانين لأنها بالتحديد أنها مفتوحة وغير محاولة لكن حنيني لو أنت من مثلا لقنة التحكيم أنت صاحبة صوت جميل ونحن نتابعك دائما تحبي أغاني فيروز ما بتميليش الأشخاص الذين يختاروا أغاني الفيروز من وداية يعني أكيد من يلبسة بالنهاية في معايير معينة يعني للاختيار مثلا زي قوة التعبير يعني قوة التعبير الرسمة عن الأغنية اللغة البصرية الألوان المستخدمة الأسلوب المستخدم للفنان حيث أنه موهوش تقليدي ولا مكرر ولا أنه حاجة تشبه كثير من الأشياء في أسلوب خاص هناك عدة معايير يعني منها صدق نقل التقربة وأيضا الرؤية الإبداعية والبصرية للفنان جميل والتفاعل مع هذه القصص وهذه المواهب جميل هل بتشوفي يعني حنين أنه هذه المسابقة فعلا ستسهم في دعم المواهب الموجودة والمشاركة هذه بحيث أنها تصبح يعني فعالة هل هناك يعني آمال بإذن الله أنه تكون هذه المسابقة بداية للشباب للتعبير عن أنفسهم وذواتهم أنت كيف بتشوفي ما هي الخطط المستقبلية لهذه المشاركات بالنسبة كما قلت سابقا أنه الإقبال كان متزايد والحماس عالي هذا خلق نوع من الشغف تقاه فريق سطور بأنه ما تكون شيء هذه المسابقة الأولى ولا هذه التجربة الأولى أنه تخلق تقارب كثيرة وفرص كثيرة أنه ممكن أنه من خلالها نعرض مواهب الشباب المبدع وممكن أيضا أنها تكون مساحة لتعريف بفنانين قدد يعني بالإضافة أنه ممكن تكون مساحة حرة يعبر الفنان عن نفسه وعن ذاته بدون كلفة يعني المقال مفتوح فيخرج من خوفه أو من أن تكون الأعمال حبيثة بينه وبالذاته فتبدأ تطلع للعالم بالتوفيق حنين وإن شاء الله بالتوفيق كذلك للمشاركين وخاصة أنه القوائز كانت من قسمة إلى قسمين قسم يعني سطور لقنة السطور وكذلك قسم تصويت القمهور هذا منتهى الديمقراطية شكرا لكل القهود التي تقدموها وتذكركم الأدباء وكتاب يمنيين راحلين مثل الراحل وليد دماغ والكاتب والأديب الكبير عبد الله البردوني وكذلك احتفاءكم بيوم الأغنية اليمنية شكرا على كل هذه القهود التي تقدموها حنين أنت وفريقك يعطيك ألف عافية ونورتينا في ديوان بلقيس حنين الإغواني وأنت مدير صالون سطور ومؤسسة سطور للتنمية الثقافية يعطيك ألف عافية شكرا لك شكرا لكم شكرا على الاستضافة وأيضا أنه نحن هنا صدق صحفي بأنه ربما في الأيام القادمة يكون في حداثة تنظم السطور شكرا لها في الانتظار في الانتظار بإذن الله شكرا لك شكرا لكم